السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هعمل معاكم وصفات الشتاة الجميلة هعمل معاكم العدس بتلت طرق مختلفة وكمان هنعمل البدل مضحرك بطريقة سهلة جدا بس يا ريد قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهات الجديدة وكمان تعملوا لايك للفيديو ده واول وصفة للعدس هعمل لكم وصفة رز والعدس طبعا هي سهلة جدا بس انا هقول لكم شوية حاجات فيها تخليها طعمها جميل جدا اول حاجة هحط الميا في الحلة على النار وبعدين هبدأ انزل الرز والعدس المخسول على الميا في الحلة علشان نبدأ نسويه وهنحط كمان معلقة ملح وطبعا الملح ده على حسب الرغبة كل واحد بيحط الملح بتاعه وطبعا هحط كمان معلقة كوركم صغيرة وهقلبها على النار وهسيبه لحد ما يستوى على النار اول ما يشرب الميا بتاعته هوطع عليه النار زي الرز بالزبط دلوقتي بقى انا هعمل معكم العدس الشربة انا هنا غسل العدس كويس جدا دلوقتي بقى هبدأ اروح اسلقه جايب حلة فيها ميا وهنزل فيها العدس عشان ابدأ اسلق العدس هنا العدس كان استوى خلاص هشيره منع النار وهضربه في الخلاط علشان ابدأ اعمل العدس الشربة ان هنا جايبه طاصة هحط فيها زيت علشان احط الزيت بتاع العدس رز والعدس هنا رز كان خلاص والعدس كان استوى حطيت عليهم الزيت السخن وهسيبه على النار شوية هو كده خلاص استوى بس اسيبه على النار كمان شوية شوفوا الرز والعدس جميل جدا ومنفلفل وحلو جدا وطرف نفس الوقت هنا بقى هروح اعمل العدس الشربة انا كنت محمرة بصلة علشان احطها على العدس حطيت الزيت بتاعها واحط فيه تومة هحمر التومة كده شوية وبعد ما تتحمر بالطريقة ديت هنزل عليها العدس اللي انا ضرباه في الخلاط هسيب العدس على النار كده لحد ياخد غلوتين كده علشان نعمل الشربة بتاعته نبدأ نحط بقى التوابل بتاعتنا هحط معلقة ملح ومش هحط في العدس توابل كتير هو ملح وحط كمان آآ معلقة كمون زغيرة نص معلقة كمان هحط آآ معلقة كركم صغيرة نص معلقة كركم صغيرة وكده خلاص شربة العدس خلصت خلاص كده هبدأ اقدم العدس الشربة والعدس الشربة طبعا بيتقدم عليه لمون كده عصرة لمون حلوة وكده يبقى خلاص خلص انا هنا كنت بصور لكم الجزء اللي انا بحمر في البصلة علشان احطها على العدس المغروف اللي هو طريقة العدس الثالثة اللي انا هعملها انا هنا كنت مقطع البصلة مكعابات وهنزلها في الزب عشان احمرها العدس المغروف بيتعمل بنفس طريقة العدس الشربة بس بنحط عليه شوية شعرية ونسيب العدس يغلي علشان الشعرية تستوى وبعد ما الشعرية تستوى هنحط كمان يعني واحنا بنستوي الشعرية كمان هنحط معلقة آآ شوية بصل من اللي احنا محمرينه بس انا هنا محمره زيادة ممكن احنا نفتح لونه شوية لما نعمله وكده العدس المغروف برضو هيكون خلص العدس ده بيكون تقيل مش بيبقى خفيف زي العدس الشربة كده انا خلاص خلصته هحط بقى على وشه آآ بقيت البصل المحمر اللي انا كنت عاملاه انا هنا بسلق البيض عشان اعمل البيض المضحرك وهنا الرز كان خلاص الرز والعدس خلاص استوى برضو هروح اقدمه كده خلاص انا قدمت العدس الشربة والرز والعدس وكمان العدس المغروف كده بقى انا عملتلكم العدس بثلاث طرق مختلفة وهنا البيض اتسلق خلاص هروح اقشره كده انا بعد ما اقشرته دلوقت انا هروح هقليه على النار انا دلوقتي جاي بطاسة هحط فيها شوية زيت الغيرين وبعدين هبدأ انزل البيض علشان احمره ويبقى بيض مضحرك كده خلاص خلص البيض وشلته منع النار وكده يبقى البيض المضحرك بتاعنا خلص وكمان خلصنا وصفة النهاردة كانت وصفة خفيفة جدا وصفة العدس طبعا العدس دوت اكلت الشيطة الشهيرة بتاعتنا ولو عجبتكم وصفة النهاردة يريد ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة وكمان تعملوا لايك للفيديو ده وياريت ما تنسوش تكتبولي في التعليقات عن رأيكم في الوصفة بتاعتي شكرا ترجمة نانسي قنقر